السلام عليكم ورحمة الله تعالى اقول لك على افضل اللي اني بيه او افضل قطعة او افضل عدسة زي ما البعض بيطلق عليها موجودة في السوق المصري وبعد الخبر الاخير بان قنوات ابو ظابي الرياضية هتزيع مباريات دور السوبر الافريقي فكان لازم ان احنا نقدم افضل قطعة موجودة في السوق المصري وخاصة اتنين مخرج علشان تقدر تستقبل تردد قنوات ابو ظابي الرياضية 11-411 بكفاءة وبدون تقطيع وبدون اي مشكلات اللي اني بيه اللي موجودة معانا من افضل الانواع اللي موجودة في السوق المصري واللي بيطلق عليها البعض انفرتو الغلابة وده لان استقبالها استقبال جيد تستقبل اضعف الترددات وبتيجي بمواصفات ومميازات كتير هنتعرف عليها من خلال الفيديو وهنتعرف على مزايا اللي اني بيه اللي موجودة معانا ما تنساش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لو عندك اي سؤال اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هنجاوب عليك هنبدأ نطلع القطع اللي موجودة معانا ونتعرف على مميزات ومواصفات القطع واضح هنا من العلبة موجودة عندي المواصفات وموجودة عندي الموديل اللي اني بيه من شركة نوفا وهنا الموديل اللي عندي N202 Ultra وبتيجي طبعا ال LNB اللي موجودة معانا اتنين مخرج عندي TWIN LNB وباقي المواصفات بلاقي المواصفات اللي موجودة عندي 4K 5G 0.2 DB النبيل اللي موجودة النوفا الاتنين مخرج 0.2 DB وهنا هلاقي عندي انها مقاومة للعوامل الجوية السيئة النوفا اللي موجودة معانا بتيجي بعزل ممتاز وبتقدر ان هي تستمر معاك لفترات طويلة اكتر من انواع تانية وده لانها مقاومة للعوامل الجوية السيئة هنبدأ نعرف وهنا طبعا الصناعة هنا made in China هتلاقيها صناعة صيني والمصنع اللي بينتج كتعة النوفا السودة اللي مشهورة في السوق باسمها كتعة نوفا السودة بينتج 3 انواع نفس المصنع ونفس اللي اني بيه بنفس التصميم وبنفس المواصفات والخامات عندي النوفا وعندي 7 Star نفس اللي اني بيه اللي موجودة معانا وعندي كمان Star Net المصنع بينتج 3 انواع وطبعا باختلاف العلامة التجارية هنبدأ نطلع مع بعض وهنا واضح من العلبة مدى كفاءة المنتج ومدى جودة المنتج اللي موجودة هنبدأ نطلع كده وهنشوف ال LNB اول حاجة بتقابلنا البلاستيك اللي مصنوع منه وهتلاقي ان بلاستيك قوي الخامات التصنيع نفسها خامات ممتازة وهلاقي هنا عندي المخارج ال LNB بلاقيها من النحاس وده علشان ما يحصلش صادع عندي مع الوقت ومع العوامل الجوية وكمان مايقلليش من الاشارة اللي موجودة هنا عندي مكتوب المواصفات نفس المواصفات اللي تكلمنا عنها واللي موجودة في العلبة نوفا N202 Ultra Twin LNB وعندي ال Input Frequency 1070 ل 1275 جيجاهرتز عندي ال Output موجود من 950 ل 2150 والنويز 02 يعني هنا ال LNB اللي موجودة معاك النوفا بتستقبل اضعف الترددات وده عن تجربة بيسموها Inverto الغلابة وده بسبب كفائتها وجودة الكطع اللي موجودة النوفا السودا وكمان بسبب ان سعرها بيبقى اقل بكتير من الكطع ال Inverto الشهيرة والمعروفة هنا بلاقي اسم النوفا موجود من الناحية التانية وهلاقي من فوق هنا عندي بعض المواصفات وبعض الانكانيات اللي موجودة عندي موجودة على الكطع من فوق بنقول ان ايه اللي بيميز ال LNB اللي موجودة معاك التشويش في المكان بسبب وجود ابراج محمول او ابراج الضغط العالي في المكان وده معروف طبعا بتسبب تشويش في بعض الترددات زي تردد MBC 11 470 فبتلاقي ان فيه تقطيع في التردد كمان عندي تردد ابو زبر الرياضية 11411 واللي بنقول ان هتزيع ان شاء الله دور السوبر الافريقي زي ما تم الاعلان في الفترة الاخيرة فالحل هو LNB اللي موجودة معاك النوفا لانها بتقاوم التشويش وده عن تجربة وهنبقى نصور فيديو ان شاء الله هنوضح فيه الفرق بين قطعة النوفا اللي موجودة معانا وبين الانواع الاقل منها اللي موجودة في السوق وازاي ان هي بتقدر تعالج التشويش او تقاوم التشويش وان التردد مع استخدام النوفا بيبقى ثابت والقنوات ثابتة بدون تقطيع وبدون تشويش العزل اللي موجودة عندي عزل ممتاز وده بيخليها ان هي تعيش للفترات طويلة وتستمر الفترات طويلة وتقدر ان هي تقاوم العوامل الجوية السيئة اللي ان بيوزنها 120 جرام ده بيدل على ان الخامات التصنيع موجودة عندي في النوفا خامات ممتازة وان معظم الخامات اللي موجودة جوه والماتيريالز اللي موجودة عندي مش معمولة من خامات ضعيفة تمان البلاستيك نفسه بنقول قوي فده يخليها تقاوم الشمس وتقاوم المطر والعوامل الجو اللي موجودة قطعة النوفا لتنين مخرج اللي موجودة معانا بتناسب الاطباق السابتة والاطباق المتحرك لو عندك طباق متحرك فهي هتؤدي معاك لان اشارتها قوية وبتقدر تستقبل الترددات الضعيفة بكفاءة كمان مناسبة للاطباق السابتة بداية من اقل مقاس موجود السابعين والمقاسات الاعلى وفي ميزة عندي انك بعد ما بتركب الاسلاك اللي موجودة عندك هنا في المخارج اللي موجودة بتقدر انك انت تسحب الجراب اللي موجود ده علفان يحافظ على الاسلاك ويحافظ على المخارج من عوامل الجو طيب متاح منها بينزل منها النوفا واحد مخرج وفي عندي الاتنين مخرج اللي موجودة معانا وفي اربعة وفي منها تمن مخارج لاتنين مخرج تقدر انك انت تشغل اتنين رسيفر في وقت واحد كل رسيفر مستقل وما بيحصلش تعارض كمان بين رسيفرات مع قطعة النوفا السودا اللي موجودة معانا لان كتير بتقابلنا اثناء التركيب في بعض الانواع العادية واللي بنطلق عليها انواع شعبي قطعة شعبي او اللي ان بيه شعبي بتلاقي ان بيحصل تعارض شغل رسيفر الرسيفر التاني بعض القنوات منه تختفي ده بيكون من احد الاسباب القطعة اللي راجبة او اللي النبيل مع قطعة النوفا السودا هتلاقي ان مش هيحصل معاك تعارض بين الاجهزة اللي شغالة او رسيفرات اللي شغالة دي طبعا بتعتبر من المزايا المهمة في قطعة النوفا اللي موجودة معانا انت لو بتعاني من مشكلة في تردد 11411 ابو ظبي الرياضي فالحل عندك في قطعة النوفا اللي موجودة لو عندك مشكلة في تردد 11470 بسبب التشويش فالحل هتلاقي عندك في قطعة النوفا كمان لو بتعاني من بعض الترددات الضعيفة فالحل في قطعة النوفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته